أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين وأهلنا بكم في حصاد الرياضية والبداية مع العنوي الحسين يواصل إبرام الصفقات تامر صيام جديد الفيصلي وثناء أجنبي يعزز صفوف الوحدات الرمثة على أبواب فك الحرمان إذن أهلا بكم عزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حصاد الرياضية ونواصل حديث عن آخر أحوال أنديتنا المحلية في سوق الانتقالات بالبداية دعوني أرحب بضيف اليوم هنا في حصاد الرياضية الأستاذ الصحفي ثائر الشباني مساء الخير مساء الخير زميل أمجد إلك وإلى السادة المشاهدين هدوء أم بدأت الإثارة في سوق الانتقالات؟ أكيد يعني البوادر أنه لا هدوء في سوق الانتقالات في الوقت الحالي كل الاندية جادة في استقطاب أفضل اللاعبين في استقطاب أفضل المحترفين خاصة أن الموسم الوقت سيشهد هبوط أربع اندية على مصاف اندية الدرجة الأولى وهذا يعني يعطي الاندية دافع وحافظ أن يعملوا بشكل قوي وبشكل كبير في إبرام السفقات حتى يحمي كل نادي نفسه من الهبوط خاصة أنه يعني لأول مرة تحدث في كرة القدم الوردنية أن يكون هناك هبوط لأربع فرق وفي الموسم بعد القادم سيكون هناك عشرة اندية فقط في دور المحترفين هذا أمر أعتقد أنه يعني مشجع للاندية وسيعطي الدوري في الموسم المقبل تنافس كبير وقوي وسنشاهد مباريات مثيرة وربما نشاهد مفاجئات أكثر مما كان يحدث في المواسم السابق إذن البداية بالطبيعي مع الحسين حامل لقب والأكثر تعاقدا في هذا السوق والأكثر رصدا من قبل الجميع الحسين يواصل إبرام الصفقات ويبدو أن الحسين بدأ يفكر جديا في الاستثمار ببعض المواهب الصاعدة على الساحة المحلية من خلال التعاقدات بعد أن أمنى نفسه ببعض المراكز والأسماء القوية ثائر نبدأ مع الحسين وآخر أخبار الحسين ويبدو أن الحسين يفكر ببعض الوجوه الجديدة القادمة بقوة في سماء كرة القدم العدنية من خلال الحجبي والفلوجي يعني أكيد زميل أمجد الحسين إربد يعلم جيدا أن الحفاظ على لقب الدوري سيكون أصعب من الحصول عليه وهذا ما أكده رئيس النادي سيد عامر ربابد في مقابل صحفية أمس بدأ في تعزيز مركز حراسة المرمى في البداية بالتعاقد مع الحارس الدولي الخبير يزيد أبو ليلى الذي يعني أنهى تجربة احترافية مع الجبلان السعودي ثم تعاقد مع ثناء الفيصلي المميز يوسف أبو جالبوش وعارف الحاد وتبيعهم بصفقة أخرى بتعاقد مع لاعب الأهلي المميز لاعب شاب مميز اسمه علي حجبي يلعب في مركز الظاهير الأيصر وقلب الدفاع وهو مستقبل يعني لحسين إربد واليوم شاهدنا تعاقد مع الحارس مراد الفالوجة الحارس الذي بدأ مشواره مع نادي الوحدات في الفئات العمرية وصولا إلى الفريق الأول ولكن اليوم أنهى عقده مع الوحدات وتعاقد مع الحسين إربد الحسين يوازن ما بين الصفقات التي تعتمد على الخبرات في بعض المراكز وصفقات الشباب والأمر الآخر كمان أن الحسين إربد منح الصريح لاعبين مميزين هما أحمد سفاح عبدات قلب الدفاع ومحمود خروبة أحد المواهب الشابة الصاعدة ولاعب منتخب الشباب الأردني لمزيد من الخبرات مع نادي الصريح قبل العودة مرة أخرى لنادي الحسين إربد هناك تفكير بالاستثمار باللاعبين سواء من اللاعبين والأبناء النادي بمنحهم فرص لعب أكثر مع الأندي الأخرى واستقطاب لاعبين كما حدث مع علي حجبي ومراجه الفالوجي علي حجبي يلعب في مركز الظاهرة الأيصر وهو المركز الذي يحتاجه فريق نادي الحسين إربد في حال بقي المحترفة البرازيلي مع الحسين إربد سيكون بديله وهو قادر على إشغال مركز قلب الدفاع خاصة أن أمور عبد الله نصيب لم تتضح بعد سواء بتجديد عقده مع نادي الحسين إربد أو الذهاب للاحتراف لكن الحسين إربد يفكر كثيرا في كل صفقة يبرمها في الفترة الأخيرة خاصة أنه مقبل على مشاركات متعددة محلية وأسيوية سيلعب مباراتي كأس الكؤوس أمام الوحدات سيلعب مبارات سيلعب درع الاتحاد وللمحترفين كأس الأردن ودره أبطال أسا للمرة الأولى يعلم جيدا أن تعزيز صفوف يتطلب منه أن يكون اللاعب الأساسي واللاعب البديل بنفس المستوى وهذا ما يفعله نادي الحسين في الوقت الحالي ثائر هناك من يتحدث بأن الحسين خاصة في صفقات مراد الفلوجي وعلي الحجبي يبحث عن تأمين الصفوف لسنوات قادمة لكن هناك رأي آخر يقول بأن الحسين لن يستفيد من مثل هذه الصفقات إذ سبق وأن تعاقد في سنوات سابقة مع أسماء ووجوه جديدة لم تعطى الفرصة هذا من جانب الجانب الآخر بأنه لم يستثمر في هذه المواحدة من خلال إشراكها مثال مثلا بالسامد للدوم نتحدث عن مثلا اليوم في عنده خروبة طلع من النادي رأى على نادي آخر فما رأيك بهذه النظرة وهذه الرؤية في تعاقدات الحسين وهل من ممكن استثمارها خاصة وإذا عدنا إلى الموصل الماضي محمد أبو النادي مثال على ذلك لم يشارك لم نشاهده هل هي تجدها فرصة لهذه الوجوه أم أن لو هذه الوجوه ذهبت وشاركت على سبيل عارف في أند في منتصف الترتيب كان أفضل لها يعني كده الحسين زمان مختلف عدن الحسين حالي بسبب تعدد المشاركات نعم تعدد المشاركات يفرض على النادي أن يكون هناك ثلاث حراس مرمى بمستوات مميزة ولو كان هناك فيهم تفاوت بمستواتهم يفترض أن يكون هناك بدلاء لمراكز قلب الدفاع الظاهرة الأيصر وكل المراكز كل مراكز اللعب الحسين الآن مختلف سيشارك في خمس بطولات هذا سيعرضه لمزيد من التعب والإرهاق للعبية يحتاج إلى لاعبين أكثر في الموسم الحالي على وجه التحديد الموسم الماضي كان الحسين فقط ينافس على الدوري والكأس ودرع الاتحاد وكان الأهمية الكبرى لبطولة الدوري وحصل على بطولة الدوري الآن دوري أبطال آسل أمر مختلف التفكير مختلف وهذه الصفقات أنا بعتبرها صفقات مميزة للحسين أربت في حال حدوث أي طارق للإصابة للإيقاف سيكون هؤلاء اللعبين سيمنحوا فرص لعب أكبر مع الحسين أربت يعني المشاركة الأسوية تعذر الحسين في مثلها في التعاقض أكيد المشاركة الأسوية وحتى المشاركة المحلية الحسين سيلعب مبارتين كأس كوس سيلعب دير الاتحاد عدة مباريات بالنظام الجديد كأس الأردن دور المحترفين يعني فريق الحسين أربت ومبارتين أكثر من 30 إلى 40 مباراة هذا يحتاج إلى يعني فريق متكامل في كافة الخطوط طيب هل الحسين اكتفى أم لازال في جعبة الحسين المزيد من التعاقدات لا أكيد في مزيد من التعاقدات لأن الحسين عنده محترفين ما زالت عقودهم سيري هما الظهير الأيصر سلفة وعبد العزيز نداي هناك مراكز لعب وأجاقون وأجاقون هي ثلاث لعبين يعني ربما يعزز بمهاجم خاصة مع خروج حمز الداردور مع خروج مصعب اللحام مع خروج منذر أبو عمار محمد أبو النادي ربما يذهب رجاي عيد للاحتراف مع دور أصفهان الإيراني تلقى عرض احترافي من إيران كل هذه الأمور تفرض على حسين إيربيت أن يواصل برام المزيد من الصفقات خاصة أنه يعني طامح أن يكون شكله مختلف في دور أبطال آسيا وفي البطولات المحلية وخاصة الحفاظ على بطولة دوري والحصول على بطولة لعس وكل البطولات المتاحة أمام الحسين إيربيت رجاي عيد هل من الممكن أن يكون خارج أسوار الحسين؟ حسب آخر الأخبار أكيد رجاي عيد هما ارتبط بعقد تلقى عرض أكيد بالتشاور مع فريق الحسين إيربيت أنا أعتقد لن يقف الحسين إيربيت عاق في طريق رجاي عيد إذا ما أراد الاحتراف وإذا كانت قيمة السفقة تلبي طموح نادي الحسين وتلبي طموح اللاعب المدير الفني الجديد للحسين جاء بعد عدة تعاقدات هل سيكون متوقع أن يكون له رؤية في بعض الأسماء خاصة بعد سبوع من التدريبات؟ يعني أكيد وجود الكبتن عصام محمود مع الجهاز الفني هو أمر مهم لتسهيل عمل المدير الفني للطلاعه على مستويات كافة اللاعبين إحصائيات اللاعبين هناك محلل أعداء في فريق الحسين إيربيت مهند الحجوج هو من الشباب النشطين الذين يعني يمدون المدربين سواء المحليين أو المدرب الجديد متنهو بكل التفاصيل عن اللاعبين سواء المستمرة عقودهم مع الحسين إيربيت أو الذين جاءوا إلى الحسين إيربيت يعني خلنحكي النظرة الأولى لهذا المدير الفني متنهو كيف الريحية ما بينه والتعاون ما بينه اللاعبين وهذا الجهاز الفني اللاعب سيكون داخل المستطيل الأخضر تمانية تمانية قريب مباريات دوري ستحكم على عمل المدير الفني على قدرته على قراءة المباريات على أسلوب اللاعب الذي سينتهجه مع كم النجوم ومع اكتمال صفوف الحسين إيربيت صفوف الحسين إيربيت حتى الآن لم تكتمل عندما تكتمل صفوف الحسين إيربيت سيكونه مدرب أكثر راحة في اختيار العناصر والسماء التي تناسب طريقته وفلسفته نذهب إلى الفيصلي إذ يترول فيصلي في إجراء التعاقدات خاصة والبحث عن تعاقدات نوعية تضيف للفريق المزيد من القوة خاصة بعد أن فقد عدة أسماء مهمة ويعتبر اسم تامر سيام الفلسطيني ضربة قوية لإدارة نادي الفيصلي والجهاز الفني في هذا التعاقد وهذه الدلالة على أن الفريق يبحث عن أسماء أسماء تعيد القوة الهجومية التي عرفت عن الفريق في الموسم الماضي بعد أن فقد أبرز الأسماء في الخط الهجومي نبدأ مع إصيام أكيد تامر سيام من اللاعبين الدوليين في المنتخب الفلسطيني لعب مع طول كرم مع هلالي القدس مع شباب الخليل خاصة تجربة احترافية وحيدة مع حسنية غديرة المغربين لمدة سنتين ومن لعبين الخبرة أعتقد أن وجوده إلى جانب وجود مواطن ومصعب البطات سيسحل من انخراطه في تشكيلة النادي الفيصلي لعب مؤثر وكبير وسيضيف الكثير للنادي الفيصلي لكن أنا بأعتقد أنه يعني النادي الفيصلي يعمل بشكل إيجابي ويعمل بشكل جيد يستقطب المواهب الفريق الذي يستقطب محمد ريحانية نجم المنتخب للون بالسوري واحد المواهب المميزة في الكرة السورية ولاعب نادي أهل حلب الذي يستقطب خالد صيحين من النادي الأهلي والذي خاط تجربتين احترافيتين في الدوري العراقي والدوري البحريني بكر كالبوني من قبلهم مع عودة أمين الشنيني ووجود خالد زكريا الحفاظ على الخط الخلفي والحارس المرمى نور بن عطية أعتقد أن الفيصلي سيكون وضعه مميز في بطولة الدوري وفي كل البطولات خاصة أن الفيصلي يشارك أسيويا ستكون الضغوطات على الجهاز الفني وعلى اللاعبين أقل في هذا الموسم لكن مطلوب منه الكثير في استعادة لقب الدوري الذي يغاب عنه في الموسم الماضي وذهب للحسين تام الصيام تعتبر تحسب للجهاز الفني في مثل هذا التعاقد ضربة معلم نصف على القول يعني أكيد الكابتن أحمد هيل تابع النهايات الأسهوية تابع كل لاعبين المنتخب فلسطيني أكيد وجود مصعب البطاط يؤكد أن الكرة الفلسطينية فيها الكثير من المواهب وتام الصيام لا يقل موهبة عن مصعب البطاط وأنا متأكد أنه سيضيف الكثير وسيكون أمام تحدي كبير في إثبات قدراته مع النادي الفيصلي خاصة أن الفيصلي طامح هو الآخر لاستعادة مستوى واستعادة البطولات خاصة بطولة الدوري وبطولة الكأس طيب افتقد الفيصلي إلى ورقتين يوسف أبو جلبوش وعارف الحاج هل الاستعانة بريحانية وصيام يعني تعيد التوازن إلى الخط الهجومي برؤيتك يعني أكيد عارف الحاج كان من أميز لعبي الفيصلي في الموسم الماضي هو يوسف أبو جلبوش لكن في النهاية هذا أمر واقع فرض على النادي الفيصلي هو يحاول أن يشتهد جهاز فني وإدارة في محاولة تعويض عارف الحاج ويوسف أبو جلبوش الأمر منوط بما سيقدمه تامر الصيام ومحمد رحاني أمام الفيصلي لكن عليهم أن يعلموا أنهم يمثلون فريق كبير وعليهم أن يبدلوا جهود مضاعفة حتى يعوضوا غياب أو عدم تشجيد عقود يعني عارف الحاج ويوسف أبو جلبوش لا زال الفيصلي يفكر بإجراء مزيد من التعقدات وتوقعاتك ورؤية الفريق إلى أين تتجه؟ أكيد الفيصلي بحاجة إلى حارس مرمى ربما يكون بحاجة حارس مرمى بعد انتقال محمد الأمواسي إلى الصلب ربما أنا متأكد أنه بحاجة إلى مهاجم إذا ما يعني جدد عقد وانكا هو بحاجة إلى مهاجم يكون جنب إلى جنب مع بكر كالبوني والفريق بقية الفريق يعني أعتقد أنها مكتملة الصفوف وما يحتاج إلى جناح آخر مع تامر الصيام لكن فريق الفيصلي بمواهبه الشابة بلاعبينه قادر أن تكون له كلمة في الموسم المقبل في أسماء محددة يرصدها الفيصلي؟ أكيد يعني المشكلة في وانكا إذا وانكا مبلغ الطالب وانكا هو مبلغ كبير لكن أكيد هناك بدائل طرحها مجلس إدارة وفكر فيها الجهاز الفني وهي معروضة على الطاولة في انتظار الحسم لابد من الحسم لم يتبقى على الدوري سواء أيام قليلة لابد لفيصلي أن يحسم ورقة المهاجم على وجه التحديد حتى يدخل إلى بطولة الدوري بكل قوة نذهب إلى الوحدات إذ لا يزال رأفة علي يبحث عن المزيد من إجراء الصفقات كذلك خاصة بعد مغادرة بعض اللاعبين للأخضر واستعانى رأفة علي بتعزيز الصفوف بالنسبة للأسماء الأجنبية لكن على الصعيد المحلي لا زال يبحث عن تعزيز بعض المراكز تائر نتحدث عن المغادر أولا بالنسبة للأخضر أحمد سمير بوكبا نبدأ من الخلف أحمد عبدالستار وعلى نتزاله مراد الفالوجي غادر إلى الحسين أربيد طارق خطاب حتى الآن لم تتضح صورة خارط كرتغلي ذهب إلى أربيد العراقي أنس العوضات ومحمد أبو زليق ومهند أبو طاه لم تتضح بعد الرؤية في تأخير يا أثار يعني التأخير ليس بأيد النادي النادي في النهاية يقدم عروض يحاول الاتصال باللاعبين وكانوا مع المنتخب الوطني في استحقاق معسكر تركيا لكن في النهاية النادي يحاول جاهداً أن يحتفظ بهذه الأوراق إذا ما احتفظ الوحدات بهذا الثلاثي مهند وأناس وشرارة أعتقد أن الوحدات سيكون متوازن أكيد إذا ما احتفظ فيهم سيكون في مأزق قبير لكن إذا احتفظ فيهم سيعيد للوحدات توازنه خاصة مع التعاخد مع المحترف المالي شاكة ديارة طيب قبل الحجوث عن المحترفين الجانب من المتوقع بالنسبة لهذا الثلاثي مهند تبطاها العوضات وشرارة يعني أكيد هم تلقوا عروض لا يخفى على أحد أنهم تلقوا عروض من حسين أربد هناك مفاضلة بين عروض الحسين أربد وعروض الوحدات المشكلة أن الحسين يشارك في آسيا والوحدات يشارك في آسيا كل الحوافز التي يقدمها موجودة في نادي الحسين وموجودة في نادي الوحدات لكن في النهاية قرار اللاعب هو الفيصل في نهاية المطاف لكن من يحصل على هذا حسب توقعاتك ممكن نشهد خروج اسم أو اسمين أنا بتوقع أنه في اسم أكيد راح يذهب للحسين أربد وربما اسمين لكن الوحدات سيحاول بكل قوته كاسم أكيد يعني أكيد مئة بالمئة لن يستطيع الوحدات الاحتفاظ بأوراق ثلاث كهذه الأوراق لابد للحسين أن يخطف أحد هذه الأوراق لتعزيز صفوفه لكن في النهاية ثلاث لاعبين في أي نادي راح يكونوا موجودين راح يشكلوا قوة راح يقدموا إضافة كبيرة وراح يستفيد منهم بشكل كبير ممكن هو عوض خروج أو اعتزال على الستار بورقة أرباش لكن بالنسبة لخطة الخلفي هل هناك تفكير بالاستعانة بمحترف يعني أكيد هو فيه إشاكة ديارة محترف مالي لعب سابقا في سحاب مثل الأنصار اللبناني في الموسم الأخير لعب مع الترجل التونسي لديه خبرات كبيرة بوجود ثنائي المنتخب الأولمبي عرفات الحاج ودانيال عفاني الوحدات بحاجة إلى مدافع آخر إذا لم يتم التعاقد مع طارق خطاب خاصة أنه مشارك في دورة بطالة أسوى ونفس البطولات التي سيشارك فيها الوحدات سيشارك فيها الحسين إربت الحسين والوحدات أمام ضغوطات كبيرة بعدد البطولات بعدد المباريات ونبحاجة إلى فريق متكامل من النواحي كفر نتحدث أكثر عن الثناء الأجنبي الثائر بالنسبة للوحدة أكيد إشاكا ديارة هو لعب نصف موسم مع نادي سحاب كان مميز ترارف أكيد قدم مستويات كبيرة ذهب إلى الأنصار اللبناني بتوصي من الكابتن عبدالله أبو زمع عندما شاهده في الدورة الأردني قدم مستويات كبيرة مع الأنصار اللبناني أكيد كمان الكابتن عبدالله كان له توصي بالتعاون مع الكابتن رأفة علي أنه مدافع أكيد نسؤل عنه هو مدافع جيد وقوي كان دوره لا أبو زمع فيها أكيد دوره لا أبو زمع بحكم أنه مش دور أنه تأثير على قرار رأفة علي لكن بالنصيحة تقديم النصيحة وتوصي أنه يعرف اللاعب جيدا أكيد يعرف اللاعب جيدا وهو لعب مميز وسيعزز من دفاعات الوحدات خاصة مع مغادرة طارق خطاب وبقاء ست أشهر فقط على عقد محسن الرجبة المدافع المغرب والذي لم يتضح إذا كان الوحدات يريد التجديد معه أم سيكتفي بالستة شهور المتبقية في عقده المحترف الآخر هو سين يجاي هو لعب في السالمية الكويتي لعب في الشباب الكويتي ولعب في الجهراء الكويتي ولعب في أنديا في السنقال لعب عمره 29 سنة ولعب مميز على الأجنحة لكن أكيد رؤية الجهاز الفني رؤية الكابتن رأفة علي وجود كمان محلل ألداء محمد البروثي الذي أكيد قدم كل المعلومات وكل التفاصيل عن هذا المحترف وبعد ذلك تم التعاخد معه في النهاية المدير الفني هو من يتحمل مسؤولية كل التعاخدات سواء باللاعبين المحلين والمحترفين وجهة نظره نحترمها لكن الحكم على مستوى اللاعبين سيكون داخل المستطيل لأخير بالنسبة لورقتي خلينا نتحدث بصراحة أحمد سمير وبوكبة أحمد سمير الواضح أن من الموسم الماضي مش بحسابات الجهاز الفني؟ أكيد مش بحسابات الجهاز الفني هو تعرض لإصابات كان نفسي تتعباني لعدم انضمام الصفوف منتخب حسب ما تحدث لأحد الصحف المحلية بوكبة يعني عقبة ماليا وفنيا من الوحدات بسبب التصرفات وغيابه عن التمرين لكن خروجه كان أمر طبيعي أنا بالنسبة إليه إلى نادي الصلط لكن في نهاية الوحدات يعني مؤسسة تتعامل بمنطقية مثل هذه الملفات وأنا لا أعتقد أن الوحدات سيقف في طريق أحمد سمير إلا إذا كان للمدير الفني رأي آخر والمدير الفني لم يشرك أحمد سمير فمن الطبيعي أن يخرج أحمد سمير ويخرج بوكبة من حسابات الجهاز الفني بالنسبة لي خلنتحدث عن ورقته طارق خطاب بهاء فيصل هل لديك معلومات؟ يعني بهاء فيصل عنده مشكلة ما أبدأ أحكي مشكلة هي مشكلة تقنية العشب الطبيعي بالعشب الطبيعي والعشب الصناعي هذا أمر ليس بيد الوحدات وليس بيد اللاعب في النهاية هناك عقد يلزم بهاء فيصل بالبقاء مع الوحدات إلا إذا تلقى عرض احترافي بهاء من اللاعبين المميزين المهاجمين أنا بأعتقد أن سأقدم إضافة كبيرة إذا ما تم توفير ملاعب أوشبية بعدد أكبر لللاعب حتى يستفيد من الوحدات خاصة أنه الدوري على الأبواب وهو بحاجة إلى مهاجم بعد مغادرة هنري إذا لم يتم التعاقد مع مهاجم خلال الأيام القليلة المقبلة طارق خطاب لم تتضح الصورة بعد في بقاء أو مغادرته لكن التعاقد مع إشاكة ديارة وجود محسن الرجبة وثناء المنتخب الأولمبي أعتقد أن طارق خطاب ليس بحسابات الجهزة فني بحسب المعطيات الموجودة أمامنا إلى أين تتجه؟ يعني أكيد هناك أندي تفاوض الكابتن طارق خطاب لكن بحسب وجود أربع مدافعين في الوقت الحالي أربع قلوب دفاع في فريق الوحدات أعتقد أن استمرار الكابتن طارق خطاب أمر في غاية الصعوبة طبعا نذهب إلى الرمثة إذ بات على أبواب فك الحرمان خاصة بعد أن تعرض لهذا الحرمان لعدة سنوات ويبدو بأن الفكر والخطط التي مشتركة ما بين الإدارة والجهاز الفني نحو بناء فريق بتعزيزه ببعض الأسماء ستؤتي ثمارها في هذا الموسم خاصة وأن هناك حديث وأخبار على أن الفريق ممكن أن يستعيد بعض الأسماء مثل حمزة دردور وعبدالله الزعبي وكذلك مصعب اللحام الرمثة ممكن يا ثائر أحد الفرق التي نفتت الانتباه كثيرا هناك فكر وهناك رؤية لجهاز فني وإدارة المحافظة على الأسماء كان بانتظار اللحظة المناسبة لفك الحرمان نتحدث قبل الحديث عن الأسماء نتحدث عن آخر أخبار فك الحرمان وهل بالفعل الرمثة بات قريبا جدا من أن يبرم الصفقات يعني أنا متأكد أن رجالات الرمثة لن تتوانى عن الوقوف خلف نديها خاصة في الموسم الحالي ذكرت في بداية الحلقة أن هبوط أربع فرق من شأنه أن يشجع كل الأندية وأن يدخلها في مرحلة الخطر إذا لم تددارك أمورها الرمثة لابد أن يكون جاد في فك الحرمان عن النادي أن يستقطب لاعبين هو لديه على العديد من الواهب التي مثلت الفريق ومثلت المنتخب الأولمبي وحتى المنتخب الأول لكنها بحاجة إلى تعزيزات في بعض المراكز حتى يعود الرمثة إلى وضع الطبيعي أول خطوات النجاح للرمثة أنا باعتقادي ومن وجهة نظري الحفاظ على الكابتن وسيم لمزور مدربا للفريق الخطوة الأخرى تتمثل في فك الحرمان عن الفريق والخطوة الأخرى هي تعزيز الصفوف بلاعبين محترفين ومحليين على سوية عالية إذا ما عاد إلى الرمثة مصعب وحمزة وعبد الله الزعبي هم أبناء الرمثة وكذلك ربما يكون هناك منذر أبو عمارة ممكن؟ ممكن أن يكون منذر أبو عمارة يعني يكمل هذا الحلم الجميل يعود الرمثة إلى وضع الطبيعة الرمثة بحاجة إلى أن يعز صفوفه محترفين الهادي سالم أثبت أنه ليس المهاجم الذي يمكن للرمثة أن يعتمد عليه صحيح خاصة أنه يقدم مستويات كبيرة الرمثة بحاجة إلى مهاجم أعلى ممكن حتى الخط الدفاعي بحاجة رمثة خط الدفاعي ممكن يعود كل بالي ممكن يعود هادي الحوراني خاصة أنه لم يوفق في تجربته مع المغرب الفاسي حتى الآن لكن الرمثة أنا أعتقد أنه بحاجة إلى أن يعود إلى وضعه الطبيعي أن يعود منافس قوي خاصة أن هبوط أربع فرق يعني سيضع الرمثة في موقف صعب إذا لم يفكر حرمان عن نفسه نذهب إلى بقية الفرق ويعتبر الأهلي من أكثر الفرق نشاطا في هذا الجانب إذا أبرم أكثر من صفقة الأهلي ثائر يعني الأهلي بداية نتعاقد مع الكابتن بيبرت نتحدث عن بيبرت بيبرت هو كان مدرب عام لمنتخب الناشئين الأردني ومساعدا للمدرب الإنجليسي جونالفان هيل في وقت سابق هو أشرف على أغلب اللاعبين الذين يمثلون الأندية الأردنية أحمد إسرائي وحسام أبو سعد رجاء عايد سمير رجاء كل هؤلاء اللاعبين محمد أبو نبهان حارس المرمى وكل هؤلاء اللاعبين يعرف الكرة الأردنية جيدا يحمل أعلى الشهادات التدريبية تعاقد الأهلي مع خمس لعبين جدد بداية عقل أعلى الشهادات متوقف عندها هي الأعلى الأوروبية يعني هي أعلى الشهادات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي وهو مدرب مشتهد لكن في النهاية هو بعيد لم يدرب كثيرا في كرة القدم الأردنية لكن في النهاية الأهلي منحوا الفرصة أن يعود من بوابته حتى يثبت قدراته والأهلي بحاجة إلى أبناءه هو أحد أبناء النادي الأهلي أضف إلى ذلك أن التعاقد مع سريوة وحسام أبو سعدة تحديدا جاء بناية كل اللاعبين الذين يتعاقد معهم الأهلي يعني كان يعلم الكابتن بيبرت فيهم لكن على وجه التحديد حسام أبو سعدة وأحمد سريوة سبق له تدريبهم في متخب الناشئين الأردني تعاقد مع ثنائي سحاب محمد الرازم وأحمد أبو كبير جدد عقد الحارس ربيع عز الدين وتعاقد مع شقيق أحمد سريوة لعب أسامة سريوة الذي لعب للوحدات ولعب للجزيرة ولعب لليرموك ولعب لسحاب في وقت سابق صفقات الأهلي هي صفقات مميزة لم يتعاقد مع أي محتلف حتى الآن لكن أنا أعتقد مع أنس أبو طعيمة لعب شباب العقبة هناك مزيد من الصفقات للنادي الأهلي في قادم الأيام سواء لاعبين محليين أو محترفين الأهلي سيكون ثوبه مختلف عن الموسم الماضي خاصة أنه قائن قريبا من الهبوط في الموسم الماضي الصريح؟ الصريح أكيد الصريح يعمل بكل قوة هناك محترف برازيلي قادم للصريح وهناك محترف فلسطيني بتوصية مين للمحترف برازيلي؟ لا أهم أكيد الجهاز الفني راقب المحترف البرازيلي والفلسطيني هناك الثنائل حسين إربد إعارة خروبة وأحمد سفاح عبدات التعاقد مع محمد العكش يبقى مهاجم له اسمه له وخبراته التعاقد مع عامر علي كابتن نادي الجليل هناك أسماء كثيرة انضمت لفريق الصريح الصريح يعمل بكل قوة يريد أن لا يعود إلى دولة المحترفين ثم يهبط الأسماء التي تعاقد معها الصريح هي أسماء قادرة وأكيد تعاقد مع لعب الخبرة يوسف الرواجدة من اللاعبين المميزين واللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة كل هذه الأسماء ربما تحافظ على مركز الصريح في دورة المحترفين لموسم جديد محمود شلباي جديد شاب الأردن وفرصة وتجربة لمحمود شلباي أن يكون مدير فني في دورة المحترفين أكيد محمود شلباي من الكباتن المشتهدين قاد الفئات العمرية لنادي الوحدات في وقت من الأوقات وقدم لعبين على مستويات جيدة وحقق نتائج كبيرة هو الكبتن حسن عبد الفتاح الذي قاد الفئات العمرية لنادي الجزيرة وكان مدربا مساعدا الكبتن وليد في طافطة وصعد بنادي الجزيرة من جديد إلى دورة المحترفين الشباب الأردن يعاني كذلك الحال إذا لم يفك الحرمان ويتعاقد مع عدد من اللاعبين غادروا لاعب مهم جدا هو اللاعب فضل هيكل إلى النادي الفيصلي هو مكسب كبير للنادي الفيصلي فضل هيكل وخسارة كبيرة لنادي الشباب الأردن كما علي حجبي ربما علي حجبي غير معروف للشاكين مع المنتخب الأردن كان لعب مميز لم يلعب كثيرا مع الأهلي لكنه من اللاعبين المميزين جدا شباب الأردن بحاجة أن يعزل صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المحليين والمحترفين إذا ما أراد البقاء وتجنبوا الهبوط كما حصل معهم في الموسم الماضي السلط وآخرين الأخبار بوكبة بوكبة من اللاعبين الجيدين اختير في أكثر من المناسبة للمنتخب الوطني كان في المعسكر الأخير اختاروا الكابتن جمالي سلامي اختاروا الكابتن عموتة لديه إمكانيات كبيرة يجب عليها أن يركز في كرة القدم هذه نصيحة أن يركز فقط في كرة القدم إذا ما أراد أن يستطع نجوميته أكثر إذا ما أراد المواصلة مع المنتخب الأول هو لاعب مميز ومهم لنادي السلط ولاعب خبرة أكيد كان مع الوحدات في بعض الأوقات لاعب حاسم ومع نادي السلط أعتقد أنه سيكون لاعب حاسم هناك صفقات عديدة أنجزها السلط بداية من تجديد التعاقد مع محمود جمال مع محمد السحس مع حمد البلاوني تعاقدات أخرى قام بها فريق السلط بناء على توسية الكابتن ديان صالح فريق السلط مختلف عن الموسم الماضي هناك أسماء جديدة دخلت إلى فريق كادر فني مختلف وجديد عما كان في الموسم الماضي مع الكابتن عمار الزراقي لكن يبقى السلط نادي كبير يحاول رغم كل المشاكل رغم الحكم المحكمة الأخير على نادي السلط أن يحاول أن يشكل فريق قادر أن يكون فريق وسط في الموسم المقبل طيب معان مغير السرحان العقبة الجزيرة الأقل نشاطا وأنت تحدثت في بداية كلامك بأن الموسم مثير خاصة مع هبوط أربع فرق الجزيرة يعني الجزيرة كان أنشط بالبداية بداية التعاقدات الآن هدوء يعني أكيد الشباب العقبة يحاول الحفاظ على أغلب اللاعبين الذين كانوا معه في الموسم الماضي أقنع الكابتن أحمد أبو هلاوي بالعودة عن الاعتزال ربما يحافظ على ياسر الرواجد قلب الدفاع حماد الأسمر حارس المرمى منذ الرجا لكنه يعني فقد أوراق كبيرة ومؤثرة أنس أبو طعيمة ذهب للنادي الأهلي وفقد عديد من اللاعبين حتى اللاعبين المحترفين ربما يغادروا إلى أندية أخرى مغير السرحان هو الآخر يحاول الحفاظ على مجموعة اللاعبين الذين كانوا معهم في الموسم الماضي بمعان مع الكابتن أمين فليب أنجز نوع من التعاقدات عادة التعاقد مع إسليمان أبو زمع وأنجز عدد من التعاقدات للمحاولة الحفاظ على يعني الفريق في دور المحترفين لأكفئ للموسم الماضي والموسم المقبل وحتى موسم أخرى هناك أكيد يعني كل الأندية تحتاج إلى لعبين وهذه الأندية التي ذكرت سنزمين أبجاد تحتاج إلى أن تعزو الصفاء ولعبين محترفين حتى تستطيع أن تقارم وتحافظ خاصة مع التعزيزات الحسين والوحدات والفيصري والجزيرة وصلت على وجه التحديد أريد أن أشكر الكثير شباني شكرا لك إذن عزائي المشاهدين إلى هنا نأتي نهاية حصاد الرياضية لهذه الليلة هذه تحية وإلى اللقاء شكرا لك شكرا لك شكرا لك